نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل وأكد إعلامي مجلس الوزراء استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقا للموعيد المقررة دون توقف واشر المركز إلى التزام شركات السياحة بإنهاء إجراءات المعتمرين ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف اشتركوا في القناة